أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة إقرار ميزانية عشرين واحد وعشرين أنها مواصلة لتعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية عشرين ثلاثين وأوضح أن عشرين عشرين كان عاما صعبا على دول العالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا وأضاف ولي العهد أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته في مواجهة تداعيات جائحة كورونا كما أشار إلى أن التدابير التي اتخذتها المملكة هدفت في المقام الأول إلى حماية الصحة الإنسان وتوفير العلاج المجاني للمصابين وأوضح ولي العهد أن التدابير الاقتصادية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين استهدفت الحد من تداعيات كورونا على الأنشطة الاقتصادية وقال أن الأزمة تم إدارتها بعناية فائقة وبشكل فعال قاد إلى التخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد مشيرا إلى الموازنة بين الإجراءات الاحترازية وتوقيت عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا بوتيرة جيدة وقال أن إقرار عدد من المبادرات والإجراءات لمساندة القطاع ساعدت في الحد من تداعيات الجائحة على الاقتصاد والمحافظة أيضا على الاستقرار المالي وأوضح ولي العهد أن من أولويات الميزانية مواصلة العمل من أجل تحجيم أثار الجائحة وتحسين التعامل معها وأشار أيضا إلى أن الإنفاق المعتمد يبلغ 990 مليار ريال للإسهام في تحفيز ومساندة الأنشطة الاقتصادية وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين وأكد ولي العهد الاهتمام بالحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية وبرامج تحقيق الرؤية والتطوير التقني وأضاف أن العمل مستمر في مراجعة جميع البرامج والمشاريع لضمان الاتساق مع مستهدفات الرؤية ورفع كفاءة الإنفاق وأوضح أيضا ولي العهد أن الإيرادات تقدر بـ 849 مليار ريال بزيادة قدرها أكثر من الثلاثة وعشر في المائة تقريبا من العشر في المائة عن عشرين عشرين مما يسهم في مزيد من الاستقرار المالي وقال أن المستهدف خفض من عجز الميزانية في عشرين واحد وعشرين إلى نحو مائة وواحد وأربعين مليار ريال أي أكثر من أربعة وتسعة عشر بالمائة من الناتج المحلية الإجمالي نزولا من مائتين وثمانية وتسعين مليار ريال أي إثنى عشر بالمائة من الناتج المحلي في عشرين عشرين وأوضح أن النمو الاقتصادي يتوقع أن يشهد ارتفاعا مع استمرار تنمية دور القطاع الخاص من خلال تسهيل بيئة الأعمال والتقدم في برامج التخصيص وتطوير القطاعات الواعدة وتنفيذ برامج رؤية عشرين وثلاثين وأشار ولي العهد إلى أن الصندوق الاستثمارات العامة أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي مضيفا أن الصندوق يعتزم ضخم آت المليارات في الاقتصاد في العام القادم والسنوات التالية مما يمكن من بروز قطاعات جديدة وخلق البزيد من فرص العمل وتوفير إيرادات إضافية للدولة وقال ولي العهد أن اتفاقية الإنتاج في أوبيك بلس ساهمت في إعادة استقرار أسواق الطاقة وتحسين مستويات الأسعار وأكد أن المملكة من خلال رئاسة مجموعة العشرين حرصت على تعزيز دور المجموعة في معالجة الأزمات الاقتصادية العالمية وعبر ولي العهد عن الشكر والامتنان للمواطنين والمقيمين والعاملين في القطاع الصحي والقطاع الأمني على الجهود الاستثنائية خلال مواجهة جائحة كورونا كما شكر الجنود البواسل في الحد الجنوبي على ما يقدمونه من تضحيات داعيا الله لهم بالثبات وللشهداء بالرحمة والمغفرة